اشتركوا في القناة وقبت الإصابات محققة وكبد جيش الأسد قتلى وقسائر كبيرة في صفوفه مع انهيار الروح المعنوية لمقاتليه وخلال الاشتباكات قام الطيران الحربي بقصف مواقع المجاهدين داخل الفرقة لكن معية الله مكنتهم من تدمير العديد من المباني التي كان يتحصن بها جند الأسد وشبيحته وهلاك الكثير منهم واستشهد خلال المعركة المستمرة بعض الإخوة المجاهدين نسأل الله لهم القبول